السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكثير يسئلوني كل قضية مرفوعة في المحاكم لابد فيها من الحبس يعني المدني نتكلم يعني الدعاويل البيزات لفلوس المدنية المعاملات المدنية لابد من الحبس ولا في حالات حتى لو كنت مديون ما تحبس بالفعل في حالة وأنا بخصص الآن شرح وأتمنى أيضا يعني عندي اقتراحات أيضا أنا بضيفة لكن في فيديو آخر وربما أنوه لها لكن في حالات معينة في القانون يعني المادة 321 من الإجراءات الجزائية المدنية واضحة فيها هذه النقاط يعني بتقول لي يا أحمد أن حتى لو صدر حكم ما يحبس فيه نعم إذا كانت عندك شرط من هاي الشروط في البداية خلونا نعرف الشروط المخمخة مثل ما يقولون نعرفها في باننا هل هي بالفعل متوافرة فينا ولا لا المشرع حكيم ووضع الشروط معينة أنا كمحامي أيضا لي اقتراح إلى المشرع ولي أيضا نظرة أتمنى من المشرع أن يعني يأخذها مني بصدر رحب وأن يضيف إلى هذه الشروط خلونا نشوف الشروط ونطالعها مزيد يمتنع إصدار الأمر بالحبس المدين في الأحوال الآتية المادة مثل ما قلت لكم تراثمية وواحد وعشرين شو هي الأحوال إذا لم يبلغ من العمر ثمنتعشر سنة أو تجاوز السبعين من عمره شانتي سباطعشر سنة ثلاثة عشر سنة لا تتعاملوا إياه أقل من ثمنتعشر لا تتعاملوا إياه فيه أمور أخرى غير يعني ما بمعناها أنه سقط يعني خلاص أنا أقصد أنه لا يحبس يعني حتى بدون مصدر من الهيئة العامة لمحكمة تمييزة بيت بأمر الضبط والأحضار أطال الله في عمر رئيسة ومستشاريها وكذلك ما صدر الحمد لله قبل فترة حتى لو كانت أقل من هي أقل من مئة ألف في محاكم العاصمة جزاهم الله خير لكن أنت ما محتاج إذا كنت أقل من ثمنتعشر وعليك مديونية ولا شيء مديونية فلوس بيزات فموتح بس لكن ممكن تأخذ إجراءات تانية أو سبعين سنة من العمر حتى ما يقف من البعض يقول لي والله أنت لما أنا لما أشرح القانون بصفة عامة أعتقد الحمد لله لأنه من خلال المناقشة وإياكم ما شاء الله عليكم فاهمين 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 في القانون نادراً أسمع واحد يقول لي أنا تراني أنا مب ضريع في لا لا والله حتى أنا أستحيح أحياناً أنا أرد عليك لأنه ما شاء الله فاهمين في القانون إذا كان له ولد لم يبلغ الخامسة عشر من عمره وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي السبب يعني أقل من خمستاش ما بلغ الخمستاشر متوفي أحد الزوجين أو مسجون أحد الزوجين فالآخر ما تقدر يعني ما تقدر تحبسه إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله ما لم يكن الدين نفقه مقررة وأنا تراني ممكن إن شاء الله أني أشرح واحد لأن الحب يقول لي إن الزوجين يعني إذا ما بنفقه ما يستوي لا ما يستوي الحبس بينهم في المعاملات العادية يعني مراحة للعائل عشان تي أنا بأشرح وبأخصص وأنا بأقتراحاتكم هل إن أنا لو بديت أشرح بند بند في ثموانا وتسع حلقات إن شاء الله فيديوهات لكل واحد بأعطي حقه وشو الأسباب وكيف تتصرب وكيف تبين وتنقذ نفسك فيها شيء لكن قبل كل شيء اتقوا الله يا من لديكم الأموال وتهربون الأموال وتخفون الأموال ضرر بالناس اللي سوا فيكم زين وساعتكم ووقفوا إياكم وأرسلت تجارتها لكم والحين تتهربون من أجل أن عندكم بعض الثغرات في القانون عسى تحمون نفسكم لا كونوا منصفين والله العظيم إذا كانت نيتك بالسداد الله سبحانه وتعالى بيسر عليه وحرم نفسك إذا تشوفوا لا هل ميت ألف ليش أوزعها عليهم لا خلها عندك لا عطى الناس تسعين ألف وخل عندك عشر تلاك والله العظيم بيرزقك الله أكثر وأكثر إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا يقبله قاضي التنفيذ وهذا اللي نقولكم عنها أنا عيب أني مم قادرة أقرحتي لازم يعني أشرحتي بس أقول بخصص أحيانا الحلقة والحين حد بيقول لي يا أخي اختصر أحمد كل دقيقة تتكلم وما تسكت والله أنا أتكلم وما أسكت وبعدما حصل مليون سؤال يسألوني نفس الأسئلة فإذا قدم كفالة الكفيلة الكفيل يقول لي حد والله المدير المكتب اللي عندي أخويتي القاضي هو اللي قدره هو اللي بقدره وبيوافق عليه ولا لا يقبله قاضي التنفيذ للوفاء بالدين في المواعد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين هاي بعد يبقى لها شرح وين تبوني أسكت واحد عنده بناية ويصدر وواحد طالبه 200 ألف بتحبسني أنا قاضي وأنا عندي بناية بمليون ولا قيمة 120-30 مليون بس ترى يبقى لها شرح وبشرحها تبوني أشرحها الحي بعد ما بعرف والله الله يعطيكم الخير ويبادعكم الشر يا رب العالم هاي تنتبهوا لها إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريضا مرضا مزمنا لا يرجى شفاءه ولا يتحمل معه الحبس لا تقول لي السكر والضغط وتقول لي هذا نص البلاد اللي عندنا احنا في الامارات من كثر التفكير والهم 90% من عندنا احنا كلهم سكر وضغط لا تقول لي هذا والله بعد بينشرح فيها إذا ثبت بالفعل في تقرير بأنه بالفعل هذا المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاءه يعني بالنسبة لشيء ولا يتحمل معه الحبس هذا التقرير يتقدم لقاض التنفيذ فلا يستطيع لقاض التنفيذ فيقدره ولا يحبسه إذا كان الدين المنفذ لأن هذا تقع كثير وبا هلساني هذا تقولون محامي ترى لسانك لسانك إذا كان المدينة المنفذ به يقل عن 10.000 درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عامل أو التزاما بعمل أو امتناعا عن عمل وبشرح بس أنا أقول وأقول سامحني المشرأ إذا كان المدينة المنفذ به يقل عن 10.000 على فكرة تراني أنا لو عندي 2000 درهم أنا أطالب شخص 2000 3000 2000 بالنسبة كأنهم مليون بالنسبة للآخر بس الحد يعني المشرح حب أنه وال10.000 فتت أنت الآن تحتاط شوية حسنا التعامل أن المدينية تكون فوق 10.000 ما معناه أن ما بيعمم عليه مثلا وبيحجز على الرخاص والمحل أنا فقط أقصد الحبس طيب بنأتي إلى أخواتنا العزيزات لقاض التنفيذ أن يؤجل شوفها يؤجل فقط أصدار الأمر بحبس المدين في الحالتين الآتيتين هنا يؤجل المرأة الحامل ولمدة سنتين من تاريخ وضعها وتنقص تلك المدة إلى ثلاثة أشر من تاريخ انفصال جنينها ميتا الله يبعد عنكم الشر يا رب العالم مفهومة للمرأة الحامل ولمدة سنتين من تاريخ وضعها لكن إذا كانت ثم عمل الإجهاض أو نزل الجنين ميتا أو شيء غيره فهنا بالنسبة لها شيء ثلاثة أشر من تاريخ الانفصال أو تاريخ الإسقاط أو غيره وإذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريضا مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين الشفاء تذكرون المادة التي قلنا هناك أنه لا يجوز أبدا إذا كان غيرها هنا لا يؤجل إذا بيّن من التقرير نعم إنها عنده سكر وضغط لكن إن شاء الله أو عنده مثلا مرض لكن غير مزمن ولكن يحتاج دخول الحين في السجن بزيد المرض أكثر فلابد أن يتعالج خلال شهرين ثلاثة شهر يؤجل له هاي شهرين ثلاثة شهر على حسب التقرير الطبي وبشرح الوقت خلص بعد زين إن أنا قلتي بشرحهم وأتمنى إنكم أيضا تساعدوني هل تبون إن أنا أشرح كل هالمواد مادة 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 بشرح مفصل لكل مادة وبتكون فيها استفادة الله يبعد عنكم الحبس ويدخل في قلوبكم الأمن والأمان يا أصحاب القلوب الطيبة أنت والله العظيم عسى الله أن يفرح قلوبكم ويسر أموركم إنه القادر تحياتي تحياتي